بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوة جديدة مشوات أم شمس كانت فينا دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية يومي إن شاء الله سأقوم بإخطار حليكم نحضروا مع بعض حليوة اللي كانت جرائعة راقية في المنظر ديالها هي من الحلويات يعني كي نقوله الزمال الجميل أو للحلويات المعروفة والمشهورة جدا وطارقتها سهلة جدا يعني ما غديش تمسي ديك العجين وغدي تحصل لها لأرقى الحلويات إن شاء الله فدائما ما تبخلوش عينا بتجاعتكم لينا بتعليقكم الرائعة لإخطيكم ونمشيوا مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة تحضير الحليوة ديالنا الراقية اليوم فأول حاجة هنحضروا هي النوقة باش يلا كدفى لنا على جنب كناخد كاسرونة كان عبر فيها 50 جرام ديال الكليكوز هنضيف عليها 50 جرام ديال زوبدة تكون حيوانية باش كتعطينا لدها زوينة لها ديال النوقة وكذلك نفصل عبر ذي السكر غلاسي يعني 50 جرام أو لسكر بودرة 50 جرام كنعمل كاسرونة فوق عافية لي كتكون مهيلة كان حركة في الأول هكا فاحدي ويعني هاد النوقة ما بغينا هاش أبدا تحرق فقط بغيناها أن المكونات كاملة تدوب وتغلي كما غتشوفوا معايا كنخليها على هاد الشكل هذا مرة مرة هكا كان حركة فأنا هنا عندي الزبدة كانت بردة من الأحسن يعني الزبدة تكونوا جابدينها من قبل سكوناها كاترية باش ضغي المكونات كتدوب كنحرك هكا كما كتلاحظوا معايا الخاليط هلاقة الشكل هذا حتى كيوصل هاد المرحلات الغاليين أنا هنا هدي نضيف عشوية ديال الفانيلا هكا باش كتعطيني للدزوينة لهاد النوقة ديالنا كذلك هنحرك باش يدوب وغادي نضيف مباشرة 100 جرام ديال كوكا ولي كيكون محمر ومهرمش أنا هنا عملت كوكا ولي محمر وغاني قوليكم يعني فلا فيديو علاش عملتو هكا بها التريقة ممكن تعملو حتى خضر المهم انه يكون مهرمش او لا اي مكسرات بغيتو يعني ممكن تعملو لوز جوز اه تعملو اه الافيلا ديال لوز او اللازنجلان زرعة الكتن اللي بغيتو بعد ما كان ضيف هاداك الكوكا وكان حركم زين وكان زول هديك الكسرونه مباشرة مفوق النار كان عملها هكا هكا في زليفة كان غطيو علها وكان خليوها تدفع على جنب بالنسبة لطريقة ديال السابلي فعندي هنا مئتين وخمسين جرام ديال زبدة انا هنستعمل زبدة نباتية عندي تسعين جرام ديال سكر بودرة او لغلاسي بيضة واحدة كابلة معلقة كبيرة ديال كريم باتيسير بودرة فانيلا مليحة والطاحين على الحساب الخليط نحتاج واحد ملقة ديال كاكاو من بعد ان شاء الله بالنسبة للطريقة اللي غادي نعملو بعد السابلي كما كنت تعودوا معي هادي نطحنو كل شي مطبيعة لحالة انا نعمل مع المليحة والفانيلا والسكر بودرة وغادي نطحن هاد الخليط على هاد الشكل هادا لكن عندكم البراميكسور يعني مزيان احسن ما كان ممكن حتى تخدموه ابيت ديكم الى بغيتو ماشي مشكل فانا هنا نحيط الزبدة كانت عندي باردة ماشي بحرارة الغرفة ديك شعلاش يعني اقررت اني نطحن كل شي وصافي فغادي نضيف كذلك الحبة ديال البيض اللي كتوزن ستين جرام كذلك ضفت ديك معلقة كبيرة ديال الكريم باتيسير بودرة اللي ممكن تعودوها بمعلقة كبيرة ديال النشا على هاد الشكل هادا وكانت نطحن كل شي فهاد الاثناء هادي فانا يعني ما ذكرت لكم شو واحد الحاجة في المقادر لانا هكا تبقى كما قلت لكم على حساب نوعية الزبدة اللي غاتستعملو انا هنا استعملت كما ذكرت لكم زبدة البواطة هادي نضيف هنا ربع كأس ديال زيت نباتي اللي انا استعملت زبدة نباتية اليك عملتو زبدة حيوانية يعني اصل حيواني فما غاديش تضيفو هاد ربع كأس الزيت ابدا ما تضيفوش هدا فقط بالنسبة الاخوات اللي غادي عملو زبدة نباتي فقط شخص قليلا ستكلمو عملو الزبدة دلن俺 upload خليط بالنون الأبيض وrdoh asavasاء غادي نضيف عليه الكاكاو بالنسبة الان لان الخاليط اللي غا نضيف عليه المضيفون اللي غادي تريد vino ، ثم اللو al einer جاكو م THIS حسن ملعقة خشبية او لابلاس باتر تشكلها بشوية بشوية حتى تكون لابراي شوية تقيلة ولكن لا تشكلها بشكلها وعنا نذكر لكم الطحين بالضبط استعملت فهذا الحلوة كاملة خلوة لا تشكلها خميرة كيميائية ونخلط على هات الشكل يعني حتى تشكل معي عجينة كما نقول لكم تكون طريا ممكن نخرجها من بعد فهذا الحلوة هدير هي حلوة كما قلت لكم هي رها معروفة تخدم بواحد البوق اللي كيكون خاص بها انا هنا غادي نعملها غيب البوق العادي اللي كان عندكم توفر حتى السامبل ممكن تخدمي به وغا تحصلك كما قلت لك على حلوة سهلة بزاف كم ماشته طريقة كيفاش كنعرف ان الطحين راه هو هدك فكن شكلها هي كتل السق ممكن ش نخدم بها ولكن كنكون كويرة في الدي يعني بسباعي هكا تكون خفيفة هدي ناخد كذلك القسم الاخر هنضيف عليه معلقة كبيرة الكاكاو وغا ديم كذلك نضيف عليه الطحين حتى كيتشكل عندي نفس العجين او لنفس القوام ديال العجينة اللي عملنا في الاول فهنا بالنسبة لهاد الحلوة هدي كما قلت لكم كان بقوا نضيفه في الطحين وبنسبة الكيمية الطحين اللي خدمتها في اللي خدمتها في هذه الحلوة هدي ثلاثة الكيسان ديال الطحين إلا ربع يعني يجوش كيسان عمرين وكاس إلا ربع بالقرامات الاخوات اللي كي بيو بالقرام يعني تقريبا كتدخل معاكم 340 جرام حتى 347 جرام على حسب نوعيات الطحين المهم هدا هو القياس ديال الطحين ودائما القياس ديال الطحين فكيتحكم عليه نوعيات الزبدة اللي استعملته اما بالمنسبة للبيضة رعتتكم القرام ديالها بالضبط يعني كيفاش خاصها او القياس ديالها كيفاش تكون سافينا كما راحتوا معيك مقاندف الطحين يعني محاولت اني نخليكم جميع المقاطع باش تشوفوا يعني قوامت العجنة كيفاش خاصها يعني ما تقصوها لا قصحتوها سافرة ممكن تخرج لكم في البوش او لا تكملوا لها الطحين تخرج لكم بحال الحلوة العادية ومن الاحسن هنا يمكن تخدموها هاد الحلوة في البوش اما يكون البوش يكون بلاستيك يكون قاصح او لاسيلكون او لا هاداك اللي كي يكون ديالتوب مهم لكم توفر عندكم في هذا نجيب هنا المول ديال او لا لك البوقد اللي عادي نخدم بها اه بهذا الشكل اه بهذا الشكل انا هنا باش تخرج العجنة بسرعة ما كانت تهدبش معها كان دهن هاداك البوش كان دهن بواحد شوية الزيت ما تكتره شوية الزيت موالو وكذلك لك انت مو بتدئة يعني بغيت تتخويها عملي غي شوية العجنة عملي شوية وخرجي وعودي تاني عمري ما تعمليش العجنة كاملة في البوش ابدا ما تعمليش انا غا تعدبك هدي نجيب هنا العجنة كاملة هدي نحاول نقدو هكا كله يدخل في البوش موالو وكذلك بالنسبة للعجنة السوداء وغادي ناخدو هنا الطاوة دينا كنعمل لها ورق الزبدة وبالنسبة للعبار يعني لك انتي بغيتي عبار ما كانش فيه ديك كناخد غير كاس اي نوعية كاس عندك او لا امبورت بيس يعني القياس اللي بغيتي كنعمل لها زيت كان دهن غير فوق ديالدك الكاس بالزيت وكنتبع بيه ورق الزبدة كيما كتشوفو كيعطي ذاك الزيت كيبين هديك العلامة ديالدائرة قداش خصاها تكون تطبيع لها يعني هنا بلامت بلامتها كيكون عندكم سيليكون اللي كيكون فيه قياس واحد وانا كنا نعصر العجينة بهذا الشكل كما شفتو اه العجين يعني تنعرفوا انا تحين راكي تشربة لكن هاتي تعطلوا مثلا انكم تخدموا هاد العجينة فكنا نصحكم انكم تبدأوا بالعجينة السوداء لانكي فيها الكاكاو الكاكاو يعني كنعرفوا كي تشربة اه فهادي كنا سيحة فقط اما الى كانت يديكم خفيفة رضغية ضغية تكملوا العجينة هدي بالنسبة للسوداء كذلك كان نعصرها كاحتك تخرج كنضغط على احتك يخرج واحد البودة وكان حطوه كندور بكل سهولة كتعطيكم دائرة انا هاد الكحلة او للسوداء فادرت لها البوق كبير شوية اعطت هاد الشكل هذا مباشرة نبعد ما كنكمل كنبدا ناخد هديك النوغة اللي تتكون تفات فكنناخدها وكنبدا نعمل منها كويرات القيص ديالهم بالضبط لي هو 3 جرام ما تفوتوهاش وكنبدا نعملنا ككويرات ونحطوه في الواسط الفران هنراني عملته يسخن سافي مني كان عمر هاد الحفيرات هذي كامل ينحط فيه من النوغة كي ماشتوا معنا هكا كتكن سافي كان دخلت طوى الفران كننقص على السابلي ديالنا نقصوا نحطوه على نار سوف تضغيك يتحمر باش ما تتحرق وكن نخليه كما قلت لكم على عفية مهينة جدا وكنبعده على النار حتى يبالي يتحمر من التاحت ونقص نقص ساحة ودابت وخدات بلاستها هديك ساعة كنحمرهم شوية من الفق وانتلاقهم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالهم على هاد الشكل هذا كي يكون رائع جدا شكلهم غزال النوغة كتكون شدة بلاستها وابدا ما تحركوا همش من بلاستهم حتى تبرد النوغة تماما حتى تبرد النوغة حتى تبرد النوغة حتى تبرد النوغة حتى تبرد النوغة نحن نزينهم من الجوانب بشوكولاتة بيضة والبيضين بشوكولاتة سوداء ونغيرهم شوية الشكل المعتاد ونحن نزين البلاسة اللي تكون ملاقية فيها العجينة كما قاش كتبا ابدا انا كما قلت لكم في الفيديو استعملت كوكاو اللي محمر اللي اعجبني اللون منسبة الاخوات اللي يريدها تكون بيضة ممكن تعملوا كوكاو او لالوز او لأي مكسرة تكون غير مصهدة شوية في الفران لا تكون محمرة بزف ستعطيكم لون افتح للنوغة فالمادق دي النوغة صراحة فاش كي يجي محمرة غير متحرق هذا هو الخطوط سنقوم بحالة الشكل ونقدمها لكم بصحة وراح ان شاء الله تجربوها بإذن الله الكريم وان شاء الله تعجبكم لانها كتجي لديدة بزف كتجي مقرمشة دي كنوغة من الداخل وصاب ليه شيش كي يدوب في الفم ولديدة بالقياس كانت منها ان شاء الله انها تعجبكم وانكم تجربوها فهي من الحلويات اللي تكمشتوا معي سهلة وبسطة فانا غيرت لها المقادر تماما باش يعني جميع السيدات انجحوا فيها وتعجبهم وتنجح معهم بإذن الله وهذا هو النتيجة دي لها كتكون مقرمشة من الداخل صاب ليه شيش ورائح ما بقى لي الى نقول لكم شكرا على حسن المتابعة كانت معكم ام شمس وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإلهي اونيب مقابعة